شكرا لماذا انتقد خبراء في الأمم المتحدة قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الذي يقره مجلس نواب الليبي وعد القانون ينتهك حقوق حرية التعبير والخصوصية وقالت هيومن رايتس ووتش إن مجلس النواب في شرق ليبيا لم يستشر الجماعات المدنية أو خبراء التكنولوجيا أو خبراء الجرائم الإلكترونية ولم تنشر أي نسخة رسمية منه قبل اعتماده وأكدت هيومن رايتس ووتش على أنه رغم عدم وجود فهم عالمي مشترك لما قد يعد جرائم إلكترونية أو كيفية التصدي لها قد تشكل هذه الجرائم متهديدات كبيرة لحياة الناس وسبل يعيشهم مع تدعيات كبيرة على حقوق الإنسان ووفقا للمنظمة فقد أوقفت السلطات الليبية أخيرا مرأتين إحداهما مغنية والأخرى صانعة محتوى على الإنترنت بدعوا انتهاكهما هذا القانون وإخلالهما بالشرف والآداب العامة معنا من طرابلس مجدي الشبعاني خبير قانوني وحقوقي سيد شبعاني صباح الخير وأهلا بك معنا نبدأ من هذا القانون الذي نتحدث عنه قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية لو تخبرنا عنه أكثر وعن إشكاليته في انتهاك حقوق الإنسان الرقمية صباح الخير وحيكم وحي متتبعي هذه القناة المتميزة هذا القانون وهو القانون رقم 5 لسنة 2022 صدر حقيقة بشكل مفاجئ لم يتم العمل عليه من قبل لجان مختصة أو إشراك منظمات مجتمع مدني أو نشطاء من المعنيين أو المختصين في مجال التكنولوجيا أو بعض الحقوقيين حقيقة للنظر إلى مدى موأمته مع التطور الحاصل في التكنولوجيا في هذا العصر وكذلك عدم معارضته الاتفاقيات الدولية كالإعلان العالم من حقوق الإنسان وكذلك العهد الدولي وكذلك الإعلان الدستوري الليبي الذي منح حرية التعبير وكذلك حرية إبداء الرأي حصانة دستورية كبيرة جدا هذا القانون لا يولي في تعريفاته كثيرا من البيانات التي أوردها أو جرمها في نصوصه وهذا هو مكمن الخطورة في هذا القانون وبثالي هل تعطيبون سيد شبعاني بأن القانون فضفاض ولا يحدد ما هي الجرائم الإلكترونية بالتحديد نعم هذا القانون أعطى مكنة أو سلطة للهيئة العامة للاتصالات أو للمعلوماتية وهي هيئة تتبع الحكومة أو تتبع وزارة المواصلات بشكل الاتصالات بشكل مباشر ولا تملك صفة مامور الضبط القضائي هي قول واحدا لا تملك هذه الصفة أعطاها مكنة الرقابة وأعطاها مكنة أنها تتخذ إجراءات بقفل حسابات أو حظر مواقع إلكترونية لمجرد مثلا الإساءة أو لمجرد أن تكون هناك مثلا شكاوى من شخص آخر لدى هذه الأيئة من له المصلحة في ذلك سيد شبعاني؟ أن تطلع على الرسائل الخاصة ببعض الإيميلات الإلكترونية نعم من له المصلحة في لم أستمع إلى السؤال من له المصلحة في تطبيق هذا القانون وبالتالي كما ذكرت الحد من حريات الليبيين الإلكترونية أعتقد أن هذا القانون قد اقتبس من أحد القوانين الإلكترونية أعتقد سنوات طويلة لا يتماشى مع الوقت الحالي الآن ربما كقانون الجرائم الإلكترونية المصري هو القديم وليس المعدل هو قريب من هذا القانون بشكل كبير ربما لاستعجال مجلس النواب في إصدار قانون نظرا لوجود الحاجة إلى لعدم وجود تشريع ينظم الجريمة الإلكترونية وكذلك المعاملات الإلكترونية لأن هذين القانونين قد صدروا تباعا ولكن مكمن الخطورة الآن هو أن هذا القانون سيقيد أو سيكون من خلال انتهاك كبير لحقوق الإنسان ولحرية التعبير يعني بمجرد أن تكتب مثلا تغريدة أو أن تكتب مثلا مقالة على الفيسبوك ربما تفسر من قبل جهة أمنية بأنها تضر بالأمن يعني سيد شبعاني جميل جدا ما تتحدث عنه وهو أننا نقول اليوم بأن هذه الإجراءات هذا التضييق تحت هذه العنوين الفطفاضة التي يحملها القانون يجعل الحقوق الرقمية للمواطن الليبي بشكل خاص منتهاكة وعرض للانتهاك خاصة وأنه ليس هناك أمور واضحة وبالتالي السؤال هنا كيف يمكن حماية هذه الخصوصية الرقمية ما هي الإجراءات المتبعة لحماية المواطن الليبي وخصوصيته الرقمية أعتقد ضرورة إخضاع هذا القانون لاتفاقيات التي صادقت عليها ليبيا بالأخص اتفاقيات الحقوقية كالعهد الدولي لحقوق المدنية والسياسية وكذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذلك الإعلان الدستوري الليبي وهناك طعن في عدم دستوريتي الآن أمام المحكمة العليا في الدائرة الدستورية وننتظر أن تقضي الدائرة الدستورية بعدم دستوريتي وكذلك هناك مطالبات وضغوط محلية وكذلك دولية على مجلس النواب لتعديل هذا القانون وإشراك المختصين فيه حتى لا ينتهك الحقوق والحريات وكذلك حرية التعبير لأن هذا القانون سيكون سيفاً مسلطاً على الجميع دون استثناء هذا القانون يحمل التناقض في ذاته فهو في مواده الأولى ينص على أن هذه المرسلات والإيميلات مثلاً الإلكترونية والصفحات والهوية الرقمية هي ملك لأصحابها ولا يجوز انتهاكها بأي شكل من الأشكال ثم يجيز للسلطة إدارية أن تنتهك هذه الإيميلات وأن يراقبها وأن يطلع عليها ويراقب إذا كان هناك فيها إساءة أو تضليل أو إشاعة أو غير ذلك دون أن يعرف هذا القانون ما المقصود بالإساءة أو ما المقصود بالتضليل سيكون هناك سلطة تقديرية واسعة للجهات الحكومية وربما سيستخدم حتى في بعض الظروف السياسية أو الضغط على بعض المنظمات الحقوقية التي تنتقد مثلاً الجهات الحكومية وبالتالي سيكون هناك تكميم للأفواه من خلال هذا القانون هذا القانون بمجرد علمك أن مدون كتب مثلاً تغريدة فيها إساءة أنت تعتبر مجرم يعني تعتبر مارست الجريمة وإذا كانت فيها إضرار بالأمن العام أو السلام العام أو الأمن القومي دون أن يبين ما هي الجريمة الإلكترونية التي تضر بالأمن القومي يبين حدودها وأركانها ويبين الركن المادي والركن المعنى وما هو السلوك الذي يمكن ارتكابه حتى يكون هذه الجريمة واضحة سيد شبعاني هناك الكثير من الممارسات على الإنترنت يمكن أن تكون خطيرة عندما يتعلق الأمر بالقرصنة ونحو ذلك كيف يمكن لقانون مثل هذا أن تتقول ومنتقدوه أيضاً يقولون بأنه قانون فضفاض كيف يمكن له أن يواجه الجرائم الإلكترونية الحقيقية التي تهدد الليبيين بالفعل هذا القانون ترك بعض القضايا الهامة كالاتجار بالبشر مثلاً والدعاية لمواضيع الهجرة غير شرعية أو بيع الشهادات أو مثلاً القرصنة أو الهاكرز أو هذه الأشياء التي تمثل خطورة كبيرة ولكن ركز بشكل كبير على مسألة المدونين وعلى مسألة الكتابة وعلى مسألة حقوق التأليف وغيرها وكأن هذا القانون أغفل بعض الجوانب كجريمة مثلاً غسل الأموال أو جرائم الإلكترونية أو العمولات الرقمية وغيرها بعض الأمور التي تحتاج بالفعل إلى معالجة تشريعية وتحتاج إلى وقفة مهمة جداً من المشرع في سد مثل هذه النوع من الثغرات ومقاومتها وكذلك تغليظ أو تشديد العقوبات لأجل هذا القانون أعتقد أنه قانون قاصر هذا القانون لا يلبي الغرض ليبيا بعد 2011 حقيقة قد انفتحت هناك حرية تعبير هناك إبداء رأي أعتقد أن مثلاً ما يسمى بمسألة الأداب العامة أو الحريات العامة أو غيرها لم يتم تعريفها ما هو مثلاً التدوينة التي تضر بالأداب أو الأخلاق العامة فكان من المفترض أن هذا القانون يعرف هذه الأداب العامة حتى يعلم الشخص الذي سيكتب تدوينها ما هي الأشياء التي يرتكبها وتكون مجردة على أمل أن تنصب كل الجهود في إمكانية مواجهة كل القوانين في العالم التي تنتهك حقوق الإنسان وضمنها حقوق الإنسان الرقمية مجدي الشبعاني خبير القانون والحقوق كنت معنا من طرابلس شكراً جزيلاً لك على هذه المشاهدة